أعود إلى المثال الذي ضربته وهو يدل على شيصبانية وعباسية المذهب الطوسي ما يفعله المعممون الطوسيون من خوئيين وسيستانيين وشرازيين وغيرهم من سائر الأصناف والحجوم المختلفة إنها حجوم مختلفة وكثيرة كحجوم الأحذية ما بين الحجوم الصغيرة والحجوم المتوسطة والحجوم الكبيرة من جميع الأشكال وعلى اختلاف المقاسات كاختلاف مقاسات الأحذية إنهم سرقوا العنوان من رواية الإمام الهادي من أن يوم التاسع من ربيع الأول يوم رفع القلم حينما يرفع القلم عن أي شخص فإن المسؤولية قد رفعت عنه هم يدعون من أن المسؤولية رفعت عن الشيعة في هذا اليوم وبينت كذبهم فهذا العنوان جاء في سياق رواية طويلة لا أريد أن أعيد الكلام المتقدمة في الحلقة الماضية رفع القلم بمعنى رفع المسؤولية هذا أمر موجود في كل الأديان في كل الأديان في الأديان التي تنتمي إلى الله صدقا أو كذبا وفي الأديان التي تنتمي إلى البشر في كل الأديان وفي كل القوانين وفي كل الأعراف هناك مساحات في الحياة ليس لها من حل إلا في رفع القلم إلا في رفع المسؤولية وأنا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذا الجانب لكنني سأتحدث عن رفع القلم في ثقافة العترة الطاهرة هناك رفع القلم رفع المسؤولية بالمعنى العام وهذا المعنى يكون شاملا للشيعي ولغيره حتى في الديانات الأخرى القلم مرفوع عن المجنون فلا مسؤولية على المجنون إلا إذا عاد إليه عقله ولذا في الأحاديث من أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق حتى يعود إليه عقله القلم مرفوع عن الأطفال من الذكور والإناث حتى يصلوا إلى مستوى التكليف وحينما يصلون إلى مستوى التكليف إذا لم يكونوا قد بلغوا إلى درجة ناضجة واضحة فهناك مساحة لهم لأن يُعذَروا ويكون التكليف حينئذ محدودا بقياس ما وصلوا إليه من النضج الأطفال قبل مستوى التكليف من الذكور والإناث القلم مرفوع عنهم النائم القلم مرفوع عنه المكره القلم مرفوع عنه إن كان الإكراه بقوة بشرية مسلطة عليه أو كان الإكراه بسبب ظروف موضوعية تحيط به من مرض أو من مشكلة سياسية وأمنية أو من مشكلة اقتصادية حادة أو من ضغط اجتماعي لا يقاوم التقية مثال على هذا لكن التقية يكون رفع القلم فيها مشروطا له شروط هناك فقه التقية أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه العناوين لكن ضربتها أمثلة لكم كي أقرب لكم ثكرة رفع القلم عن الإنسان بالمعنى العام وهذا المضمون تشترك فيه كل الأديان هذا المضمون تشترك فيه كل القوانين وفي القضاء المدني تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار هذه قضايا منطقية عقلية يقبلها المذاق الإنساني فهناك مساحات في الحياة البشرية ليس لها من حل إلا برفع المسؤولية لشروط وملابسات معينة ما ضربت من أمثلة تقرب الفكرة بشكل واضح هذا المستوى العام من رفع القلم أما المستوى الخاص المستوى الخاص بشيعة أهل البيت الذي ذكرته الرواية رفع القلم هو برنامج تعامل إمام زماننا مع شيعته هذا هو المراد من رفع القلم سأبين لكم بالضبط مثل ما ذكرت الرواية عن إمامنا الهادي من أن يوم التاسع من ربيع الأول هو يوم الغدير الثاني إنه الغدير المهدوي إنها البيعة القائمية حينما بايعنا إمام زماننا الحجة بن الحسن برنامج علاقته بنا وعلاقتنا به هو هذا رفع القلم سأشرحه لكم سأشرحه لكم على مستويات الكلام هنا على مستويات لكن قبل أن أدخل في بيان تلك المستويات لابد أن ألفت نظركم إلى قاعدة مهمة جدا جدا وإلى أصل يمكنني أن أقول عنه من أنه أهم أصل في القرآن الكريم يرتبط بمسألة الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية ما جاء في سورة الأحزاب في الآية الخامسة بعد البسملة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم هذا الأصل مراجع الحوزة الطوسية لا يفقهونه لأنهم أساسا لا يفقهون سيرة العترة وسيرة العترة ليس لها من مدخلية في استنباط الأحكام الشرعية هم أدخلوا أنفسهم في الدوامة الشافعية المعتزلية في استنباط الأحكام الشرعية على سبيل المثال لما وجهوا أنظارهم إلى ما يسمى بالأصول العملية هذه الأصول العملية التي هي أصالة البراء وأصالة الاشتغال وأصالة الاستصحاب وأصالة التخيير هذه الأصول موجودة لكنها ضيقة جدا هؤلاء الذين في النجفي في الحوزة الطوسية وسعوا هذه الأصول حتى صار الفقه النجفي صار فقه مخبلا عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون علكة المخبر ترس حلق العلكة حينما يتناولها الإنسان العاقل فإنه يتناول جزءا صغيرا كي يستطيع أن يحركه في جوف فمه المخبل ماذا يفعل يأخذ مقدارا كبيرا من العلك ويملأ فمه بذلك العلك فلا هو بالذي يعلك العلك ويبدأ اللعاب يسيل من طرف فمه ولذا يقولون في ثقافتنا الشعبية العراقية علكة المخبل ترس حلق بالضبط هكذا فعل هؤلاء المخبلون في النجف جاءوا إلى أصول عملية ضيقة وسعوها وجعلوا دائرتها تتسع إلى أبعد الحدود فجاء الفقه النجفي فقها معتوها إذا أردنا أن نصوره بصورة إنسان سيكون ذلك الإنسان إنسانا معتوها وهذا ما يمكنني أن أثبته من خلال عرض فتاوى مراجع النجف وكربلاء فتاوى معتوها فتاوى السخيفة وقد عرضت ما عرضت عليكم في الحلقات المتقدمة من فتاواهم في دائرة الشذوذ الجنسي فتاوى السخيفة فتاوى معتوها هذه سفاهة وما هي بفقها هذه القاعدة هي القاعدة التي تعامل على أساسها أئمتنا معنا في ضوء ما كلفونا به من الأحكام والفتاوى وما يترتب علينا من الآثار في مسؤوليتنا الشرعية إن كان هذا في الدنيا أو كان هذا في الآخرة هذه قاعدة عام وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بشرط أن تكون القاعدة سارية في دائرة ارتباطنا بإمام زماننا لا أن تطلق هكذا لأن آية في القرآن تحكم تحكم على هذه الآية وعلى سائر الآيات إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية الحاكمة على القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه فهي حاكمة على هذه الآية أيضا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ليس فيما أخطأتم مطلقا سنكون قد وقعنا في عبثية مطلقة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في دائرة إمامة إمام زماننا ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به هنا يرفع القلم ليس هناك من مسؤولية ضمن كوننا في دائرة ولاية إمام زماننا وهذا ما سأبينه لكم ولكن بعد الفاصل ملاحظة لا بد أن أشير إليها من أن الحالة الشيصبانية هذه في المذهب الطوسي عوام الشيعة منها براء هذه مشكلة أصحاب العمائم ربما ربما بعض عوام الشيعة ممن هو قريب من أصحاب العمائم يتنجس بهذه النجاسة قطعا الذي يكون قريبا من النجاسة وملازما لها سيتنجس بها النجاسة عند أصحاب العمائم هؤلاء نجاسة شيصبانية عباسية قذرة الذي يقترب من هذه النجاسة سيتنجس بها هذا شيء طبيعي وشبيه الشيء منجذب إليه فبعض العوام يلامسون ويقاربون أصحاب العمائم فتقع النجاسة عليهم لأنهم يلتصقون بعين النجاسة عين النجاسة هؤلاء المعممون السفلة إنني أتحدث عن نجاسة معنوية أما عوام الشيعة فلا علاقة لهم بكل هذا الخراء الحوزوي وبكل هذه النجاسة أطوسية فكلامي عن شيصبانية وقذارة المذهب الطوسي مركز بالدرجة الأولى على أصحاب العمائم أعود إلى رفع القلم فيما يرتبط بمضمونه الخاص الذي تحدثت عنه رواية الإمام الهادي وما أشارت إلى هذا المضمون من نصوص ما بين الآيات والروايات المستوى الأول من رفع القلم في الدنيا مثل ما قلت لكم رفع القلم عنوان لبرنامج علاقة إمام زماننا بنا وعلاقتنا به صلوات الله عليه لا كما يقول هؤلاء السفلة رفع القلم مضمون بيعة الغدير الثاني المستوى الأول من رفع القلم في حياتنا الدنيوية في هذه الحياة التي نحن نحياها في هذه اللحظة وغيرها وليس في يوم من الأيام من السنة أو في سنة من سنية أعمارنا رفع القلم هذا القانون موجود في كل لحظة معنا لأنه يمثل مضمون برنامج إمام زماننا في علاقته بنا وعلاقتنا به القرآن يحدثنا عن سرعة الحساب وسرعة العقاب هناك حساب سريع في هذه الحياة وهناك عقاب سريع في هذه الحياة أقرأ عليكم من الكتاب الكريم في سورة البقرة من الآية المئتين وإلى الآية الثانية بعد المئتين بعد البسملة مما جاء مما جاء في الآية المئتين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خلاق نصيب حظ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا ثم ماذا تقول الآية والله سريع الحساب سريع الحساب للمجموعة الأولى وللمجموعة الثانية هناك حساب سريع في هذه الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وهذا مصداق من مصاديق سرعة الحساب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا هذا مصداق من مصاديق سرعة الحساب والله سريع الحساب إذا ذهبنا إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هذا القانون واضح والإسلام هو دين كل الأنبياء دين اليهود هو دين الإسلام ودين النصارى هو دين الإسلام أتحدث عن دين اليهود الذي جاء به موسى وعن دين النصارى الذي جاء به عيسى بحسب عقيدتنا اليهود أحرار فيما يعتقدون والنصارى أحرار فيما يعتقدون نحن نتحدث بحسب عقيدتنا إن الدين عند الله الإسلام هناك دين واحد هذا الدين موجود قبل أبينا آدم هو دين الملائكة هو دين الملأ الأعلى وتجلى في الأرض على يد أبينا آدم وهو دين كل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سرعة الحساب باتجاه الصالحين وباتجاه الطالحين الآية واضحة إن الدين عند الله الإسلام هذا هو قانون الدين قانون الإسلام سرعة الحساب في هذا العالم الدنيوي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب في الآية التاسعة والتسعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمراني نفسها وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب في الدنيا بعد هذه الآية تأتي الآية المهمة جدا وهي الأهم في برنامجنا العملي إنها الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا على دينكم على الفرائض والطاعات على ما تؤمرون به وما تنهون عنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا فإننا مأمورون منهيون علينا أن نصبر على ما أمرنا به وما نهينا عنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا عدوكم ورابطوا ورابطوا إمامكم رابطوا الحجة ابن الحسن واتقوا الله لعلكم تفلحون كل هذا يجري ضمن القانون إن الله سريع الحساب هذه الآيات تحدثنا عن سرعة الحساب نماذج من الآيات سرعة العقاب إنها الآية الآية الخامسة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض هذا هو برنامج الحياة في الدنيا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب بحسب هذا البرنامج وإنه لغفور رحيم في الوقت نفسه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الآيات التي تحدثت عن سرعة الحساب لم تلحق بما ألحقت به هذه الآية وإنه لغفور رحيم وجاءت الآية مؤكدة وإنه إن المشدد للتأكيد لغفور هذه لام التوكيد لام الابتداء وهي تعطي معنى التوكيد وإنه لغفور رحيم هذه اللام التوكيدية والتي قد تأتي بنحو الابتداء الابتداء الحقيقي في أول الكلام أو بنحو الابتداء العرفي في بداية مقطع خاص غفور رحيم وإنه لغفور رحيم أقرأوا الآية مرة أخرى عليكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وفي الآية السابعة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الآية في سياق وقائع وأحداث وقصص بني إسرائيل في سياق قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إنهم أصحاب السبت لكن الآية جاءت في هذا السياق لأن السياق يتحدث عن مثال من أمثلة الحياة البشرية وإلا فهذا القانون يسري في كل زمان ومكان وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم هذا التكرار للمغفرة والرحمة تشير إلى سعة رحمته سبحانه وتعالى ولذا فإن ما يسمى بالتكليف هو في الحقيقة تشريف هو رحمة لأننا بالتكليف نضبط إيقاع الحياة الإنسانية من دونه سنضيع في العبثية البهائمية وهذا هو الفارق فيما بين الإنسان الذي يضبط ساعة حياته وفقا للزمان الإنساني والذي يسلم ساعته وفقا للزمان البهائمي هناك فارق بين الزمان البهائم في حياة الإنسان وبين الزمان الإنسان في حياته فهذا التكليف الذي نكلف به هو في الحقيقة تشريف بل هو تنظيف هو تنظيف لنا وهذا التنظيف يؤدي إلى التشريف لغة يقال له تكليف وفي الحقيقة هو تنظيف وهذا التنظيف يقود إلى التشريف إنه يطهرنا إنه ينظفنا هكذا نقرأ في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذا هو التكليف وهذا هو التنظيف وهذا هو التشريف هو هو الذي هو 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 الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تأتون أنتم تريدون أن تقطعوا مسار التشريف هذا ومسار التنظيف بقذاراتكم الطفسية السقيفية النجسة وإذ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم مضمون سرعة الحساب وسرعة العقاب في الكتاب الكريم واضح جدا لكن الناس يغفلون عنه الثقافة الدينية عند السقيفتين عند سقيفة بني ساعد وعند سقيفة بني طوس الثقافة الدينية بعيدة عن هذا المذاق قانون التوفيق والخذلان هو من مصاديق سرعة الحساب وسرعة العقاب من مراد من التوفيق والخذلان بشكل سريع في جانب التوفيق من جاء بالعمل الصالح فإنه سيوفق إلى عمل صالح مماثل وربما يكون أفضل منه وبمرات ومرات أو أنه يوفق ليمنع من ارتكاب عمل طالح هذا في دائرة التوفيق في دائرة الخذلان من جاء بعمل طالح فإما أن يرتكب عملا طالحا مثله أو أسوأ من بمرات ومرات أو أنه يمنع من أن يقوم بعمل صالح وما بين هذا وهذا هناك الكثير من المراتب والدرجات هذا القانون قانون التوفيق والخذلان مصداق من مصادق قانون سرعة الحساب وقانون سرعة العقاب قرأت عليكم هذه الرواية في حلقة يوم أمس من الجزء الخامس من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان نقل الرواية عن محاسن البرقي في الصفحة الحادية بعد الثلاثمائة إنه الحديث السادس بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره الله بالضبط مثلما قرأت عليكم قبل قليل مما جاء في الآية الخامسة من بعد البسملة من سورة من سورة الأحزاب مر الكلام لا أريد أن أعيده لضيق الوقت الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره الله كل هذا يجري ضمن دائرة إمامة إمام زماننا أقرأ عليكم من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة الباب الذي عنوانه أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام وجه الله سبحانه وتعالى حين أخبر الملائكة عن برنامجه لهذا العالم من أنه جاعل في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة إنه خليفة مستخلف عن الله فهل أنا خليفة مستخلف عن الله هل فيكم من أحد فيما بينه وبين نفسه يرى أنه خليفة مستخلف من الله والله لا يوجد أحد من الناس يشعر بهذا الإمام المعصوم فقط يشعر بهذا لأنه هو وأن خليفة فقط وإلا حتى الذين قيل لهم خلفاء وقيل لهم سلاطين وقيل لهم ملوك وقيل لهم أباطرة وضحكوا على الناس وقالوا نحن ظل الله في الأرض وقالوا ما قالوا ودعوا الربوبية وشرعوا للناس الأديان وفعلوا ما فعلوا هؤلاء فيما بينهم وبين أنفسهم لا يشعرون بالذي يدعونه لأنهم كذبوا الذي يشعر أنه خليفة مستخلف عن الله هو الإمام المعصوم لماذا؟ لأن الله يتواصل معه بشكل مباشر هذه هي الحقيقة فإن الله يتواصل بشكل مباشر مع خليفتي الآيات واضحة ولذا فإنني لا أصرف وقتا في مناقشة أتباع سقيفة بني ساعدة لأن القضية واضحة واضحة جدا هناك برنامج لله على الأرض فإن الله جعل خليفة من هو هذا الخليفة؟ أنا فيما بيني وبين نفسي لا أشعر بهذا وأنتم كذلك وأبو بكر وعمر لا يشعرون بهذا وخلفاء بني أمية لا يشعرون بهذا وسائر الحكام والسلاطين لا يشعرون بهذا لو شعروا بهذا لظهرت منهم كلمة تدل على هذا ما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين يظهر على فلتات اللسان ولكن عودوا إلى آل محمد فإنهم يلهجون بهذا في ليلهم ونهارهم ونحن نلهج به حينما نقرأ زياراتهم لأنهم خلفاء الله حقيقة حقيقة الله يتواصل معهم وهم يتواصلون مع الله القضية واضحة واضحة لكن الإنسان حينما يريد أن يضحك على نفسه أو أن يسمح للأخرين أن يضحك عليه من شياطين الإنس أو من شياطين الجن هو حر هو حر ولكنه سيعرف الحقيقة حينما يغادر هذا التراب ولا تحين مندم إسحاق بن عمر يحدثنا عن الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم في دائرة إمامته هذا هو رفع القلم رفع القلم عن الشيعة هو هذا هذا المستوى الأول في الدنيا هنا يرفع النقص هنا ترفع المسؤولية عنه فالإمام يكمل النقص وهذا هو مضمون بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم هو هذا مضمون بيعة الغدير في الغدير العلوي الأول وفي الغدير المهدوي الثاني الغدير العلوي الأول لا قيمة له من دون الغدير المهدوي الثاني ولذا نحن ملزمون بالغديرين كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتنبه لهم ما بين زيادة ونقيصة هنا يرفع القلم عنا بحكم علاقتنا بإمام زماننا ولذا قلت لكم من أن الآية في سورة الأحزاب تكون مقيدة في دائرة برنامج إمامة إمام زماننا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول نفسه في صفحة الخامسة والعشرين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية هؤلاء لم يكن القلم مرفوعا عنهم لأنهم لم يعملوا وفقا لما يريد الله برنامجهم إبليسي إبليس أراد أن يسجد إلى الله ولكن من دون أن يجعل آدم قبلتان وأن يسجد باتجاه آدم فسجود إبليس هو عمل خير لكن الله رفضه وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد ولا أريد أن أعبد من حيث تريد أنت فأخرجه وطرده ولعنه إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية بالضبط إنه دين إبليس فإبليس أراد أن يسجد لله سجدة ما سجدها ساجد قبله من الذين سجدوا لآدم إلا أن الله رفض ذلك وطرده ولعنه وأخرجه من دائرته لأن إبليس أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد الأمة هكذا فعلت هكذا يقولون من أنهم في سقيفة بني ساعدة هم خططوا للأمة كما يريدون وقالوا من أن علياً لازال صغيراً ومن أنه قتال العرب فإن قبائل العرب لا تريده وقالوا وقالوا فخططوا للأمة كما هم يريدون لكن الله لا يريد هذا فإن الله في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وضع برنامجه الذي يريده وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد النبوة القرآن وكل ما في القرآن من أسرار الدين يساوي صفراً من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في كتبهم في كتب السقيفة بني ساعدة هكذا يروون عن ابن مسعود من أنه كان يقرأ الآية هكذا يضعفون الروايات ماذا تتوقعون منهم هل يصححون هذه الروايات لكنها موجودة في كتبهم في كتبهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في علي وبأنه مولى المؤمنين ابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية وفي كتبهم يضعفون الرواية لا نبالي بتضعيفهم نحن لا نريد أن نحاججهم إنما أريد أن أقول لشبابنا حقنا واضح واضح حقيقة دين العترة واضحة واضحة حتى في كتب أعداء العترة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد بيعة الغدير هذا قبل بيعة الغدير بعد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم اليوم بعد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الذي مر علينا قبل قليل إن الدين عند الله الإسلام في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا هذا هو الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الكاف الشريف إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله ما طبقت برنامج الله مثل ما فعل إبليس هذه ديانة إبليس والأمر هو هو ينعكس على سقيفة بني طوسي في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة أربعمية وعشر للهجرة في ذلك الوقت صاحب الأمر يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة عن أكثر زعماء الشيعة عن أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولذا عوقبوا عوقبوا بالضلال مراجع الشيعة كما يصفهم إمامنا الصادق في الرواية التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف رواية التقليد المعروفة من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فهم ضالون مضلون وكانوا أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه كلمات إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم هذه المضامين لا يبينونها لكم يخفونها يضيعونها مثل ما ضيعوا الدين كله أنني أتحدث عن المراجع الطوسيين السفهاء الذين يقالوا لهم من أنهم نواب صاحب الزمان ووالله صاحب الزمان لا يعرفهم وهو بريء منهم هؤلاء نواب الشيطان هؤلاء نواب الشيصبان شيصبانيون بامتياز 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 إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة زادت نقصت نحن بشر نحن بشر نحن بشر الخطأ عندنا أكثر من الصواب هكذا خلقنا نحن دنيويون نحن أبناء الدنيا وأبناء الدنيا غاطسون في أخطائهم غاطسون في اشتباهاتهم غاطسون في جهلهم هذه هي الدنيا وهذه خصائصها لكننا حينما نتوجه إلى الجهة التي نصبها الله خليفة عنه الأمر هو هو الذي جرى في سجود الملائكة لأبينا آدم وفي رفض إبليس أن يسجد لأبينا آدم وأراد أن يقترح سجودا من عنده فإبليس طرد لأنه خالف البرنامج والملائكة قربوا لأنهم طبقوا البرنامج وساروا في البرنامج بحسب ما يريد الله مع أنهم في بداية الأمر اعترضوا لا أريد أن أعود إلى قصة الملائكة وإبليس فهذا باب إذا ما ولجت فيه فإن الحديث سيتفرع ويتشعب وأنا لا أملك وقتا كافيا لذلك أعتقد أن الصورة صارت واضحة فيما يرتبط بمعنى رفع القلم في المستوى الأول وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة رفع القلم هنا عن الأمة التي سارت في برنامج إمام من الله الذي هو وجه الله وخليفة الله رفع القلم عنهم لهذا السبب ضمن دائرة أن الإمام المعصوم يكمل النقص ويحذف الزيادات على جميع المستويات فإن الأمة هنا فإن الشيعة هنا لم يوضعوا القلم عليهم مثل ما وضع على مخالفي العترة الطاهرة مخالفو العترة الطاهرة إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله هنا يجري قانون القلم الموضوع عليهم ولكن في المجموعة الثانية التي دانت ببرنامج الله ببرنامج إمامها وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت التزمت بالبرنامج لكنها تحسن وتسئي وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة ما نحن ظالمون ومسيئون في جميع أحوالنا حتى ونحن نؤدي الصلاة لأننا لا نأتي بها على الصورة المطلوبة نحن ظالمون مسيئون حتى حينما نؤدي أعمال الخير هذه قضية نسبية هذا هو المراد من رفع القلم قلت لكم رفع القلم هو مصطلح يشير إلى برنامج علاقتنا بإمام زماننا وعلاقته بنا صلوات الله وسلامه عليه إنها بيعة الغدير الثاني فحينما نلتزم ببرنامجه بحدود ما نتمكن بحدود ما نستطيع فإن نقصنا سيكمل فهذا النقص لن نحاسب عليه القلم مرفوع هنا لكما يقول هؤلاء السفهاء العبثيون السفلة نذهب إلى فاصل ما تقدم من معنى لرفع القلم عن الشيعة في الدنيا في هذه الدنيا التي نحن نعيشها في كل لحظة من لحظات أعمارنا القلم مرفوع عنه وفقا للمنظومة التي تقدم الحديث عنها وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر لكن الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة كي أبدأ بعنوان جديد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أنتقل بكم إلى المستوى الثاني من مستويات رفع القلم عن الشيعة ضمن الشرائط المتقدمة المستوى الثاني في ساحة الحساب في يوم القيامة المستوى الأول حدثتكم عن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن المستوى الثاني في ساحة الحساب في يوم القيامة هناك قانونان يحاسب العباد على أساسهما في يوم القيامة هناك قانون يصطلح القرآن عليه سوء الحساب هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب في سورة الرعد في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة انتبه انتبهوا للآية وأتمنى أن تعودوا إليها بعد البرنامج للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فهل أن حساب الله يكون حسابا سيئا من مراد من سوء الحساب هل وقفتم عند هذه الآية وأنتم تقرؤون القرآن هل أن حساب الله حساب سيئ من الذي يحاسب يوم القيامة الحساب حساب الله حساب الملك العدل للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهات الآية الحادية والعشرون بعد البسملة من نفس السورة في هذه الآية التي تلوتها عليكم الحديث عن الذين لم يستجيبوا لله أولئك لهم سوء الحساب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هؤلاء الأولياء يخافون سوء الحساب هم يبحثون عن القانون الثاني عن قانون حسن الحساب مثل ما مر علينا قبل قليل هناك قانون سرعة الحساب وقانون سرعة العقاب في القيامة هناك قانون سوء الحساب وهناك قانون حسن الحساب فهل أن الله يحاسب عباده حسابا سيئا القرآن هو الذي يقول يتحدث عن سوء الحساب والذين لم يستجيبوا له لم يستجيبوا لله ما هي عاقبة أمرهم أولئك لهم سوء الحساب أولياء الله الذين يوفون بعهد الله وعهد الله في تفسير علي وآل علي عهد الله بيعة الغدير لأننا عاهدنا الله وعاهدنا رسوله وعاهدنا علي في بيعة الغدير هذا هو عهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ميثاق الولاية والإمامة أي ميثاق هذا الذي لا ينقضونه هل هناك من ميثاق في مرحلة التنزيل في زمان النبي أي ميثاق إذا كان الحديث عن البيعات التي أخذها رسول الله فكانت بيعات مؤقتة وإلا لم تعددت البيعات لماذا بعد بيعة الغدير لا توجد بيعة أخرى لأنها البيعة الأكبر لأنها البيعة النهائية هي الميثاق فالميثاق لا ينطبق على البيعات التي أخذها رسول الله على المسلمين كبيعته التي أخذها على المسلمين قبل واقعة بادر مثلا إلى سائر البيعات الأخرى تلك بيعات مؤقتة بزمن معين بمكان معين بشروط معينة بيعة الغدير هي البيعة المفتوحة البيعة المطلقة ألا فمن كنت مولاه بالإطلاق فهذا علي مولاه بالإطلاق بدون قيود بدون شروط اللهم والي من والى بالإطلاق وعادي من عادى بالإطلاق وانصر من نصرى بالإطلاق واخذوا المن خذل بالإطلاق ولذلك جاء الكلام صريحا اليوم أكملت لكم دينكم بالإطلاق وأتممت عليكم نعمتي بالإطلاق ورضيت لكم الإسلام دينه بالإطلاق ليس هناك من قيود بعد بيعة الخدير إنما هي تفاريعها ففي زمن الحسن المشتبة هناك غديري حسني وفي زمن الحسين الشهيد هناك غدير حسيني وفي زمن قائم آل محمد هناك غدير مهدوي هذه تفاريع تلك البيعة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إنه رحم محمد وعلي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذا هو الأجر الأعلى في القرآن كله وهذه صلة الرحم الأعلى في القرآن كله هل يستطيع سني وهابي أزهري من أي صنف هل يستطيع صوفي من أي مجموعة وعلى أي طريقة أن يجد صلة رحم في القرآن أعلى من هذه الصلة إذن لماذا تقدمون عليها ما تقدمون رسول الله كان يقف بين المسلمين على المنبر ويقول لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم أنا أجيركم أريد أجري قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ألا لعن الله من منع الأجير أجره ثم يقول صلى الله عليه وآله وأنا أجيركم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم وماذا يخافون ويخافون ويخافون سوء الحساب هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب الذي يحاسب بقانون سوء الحساب القلم ما رفع عنه الذي يحاسب بقانون حسن الحساب قد رفع القلم عنه أقرب لكم المعنى هذا الكافي الجزء الخامس وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الخامسة والتسعين في الباب السابع والخمسين إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فشكى إليه رجلا من أصحابه أحد أصحاب الإمام دخل إليه يشكو يشكو من رجل آخر من أصحاب الإمام أيضا دخل رجل على أبي عبد الله فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ما لفلان يشكوك فقال له يشكوني أني استقضيت منه حقي استقضيت منه حقي أنني حاسبته بدقة متناهية قال فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء أن يعاملهم بعدله الله يسميه سوء الحساب يسمي عدله سوء الحساب نحن نتعامل مع إله لا ندري ماذا نقول عنه إن أمر الله عجيب هكذا يقولون أئمتنا إنه يصف عدله بسوء الحساب فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقضى به من استقضى بهذا الحساب فقد أساء فيما بين المؤمنين الذين لا بد أن يتعاملوا بحسن الحساب أولياء علي وآل علي سيخضعون لقانون حسن الحساب وهذا هو رفع القلم عنه أما أعداء علي وآل علي فإنهم سيحاسبون بسوء الحساب بالعدل بالمقاصة والمداقة هذا هو دين العترة الطاهرة ألا تلاحظون النقاء والوضوحة والمتانة والحكمة الجلية البينة قارنوا بين هذه الثقافة وبين ثقافة الأديان الأخرى قارنوا بين دين العترة وبين ثقافة سقيفة بني ساعد أو ثقافة سقيفة بني طوس لذا أردد دائما وأقول لكم قارنوا بين دين العترة ما تسمعونه من حقائق هذا الدين عبر هذه الشاشة وبين هرائي وسفاهتي وسفاسفي المذهب الطوسي القذر عبر فضائياتهم عبر منابرهم الاستحمارية الوسخة عبر كتبهم عبر المواقع الألكترونية لمراجعهم السفهاء كل شيء موجود بين أيديكم وبإمكانكم أن تقارنوا وأن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والثلاثون عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ قال الاستقصاء والمداقة الاستقصاء والمداقة الذين لم يستجيبوا لله سيحاسبون بهذا الحساب بالاستقصاء والمداقة الإمام يشرح هذا المضمون قال يُحسب عليهم السيئات ولا يُحسب لهم الحسنات لأنها حسنات بظاهر الأمر لم تجتمل على المضمون الحقيقي للحسنة هذه عملة ليس لها من غطاء الدولة في بعض الأحيان تضع في السوق أوراقاً نقدية لأمر من الأمور لحاجة لظرف ليس لها من غطاء اقتصادي هي عملة لكنها ليست حقيقية الناس تتعامل بها لظرف اضطراري العملة الحقيقية التي لها غطاء الحسنات التي لها غطاء غطاؤها ولاية علي وآل علي اليوم 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 أكملت لكم دينكم هذا هو غطاء الحسنات ومرت علينا الروايات من أن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام لم ينصبه الله لها وإن كانت برة محسنة وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام نصبه الله لها وإن كانت ظالمة مسيئة هذا هو المراد من رفع القلم ولذا هذه الحسنات لا تحسب لهم ليس لها من غطاء هذه يقال لها حسنات بظاهر الأمر بحدود عالم الدنيا ليس لها من غطاء تستطيع أن تتجاوز به كي تعبر إلى عالم الآخرة هذا هو الفارق بين من سجدوا لآدم وبين إبليس الذي أراد أن يسجد لله لكن الله طرده ورفضه هذا هو الفارق بين أشياء علي الذين دانوا بدين علي واتخذوا علي وجها لله وتوجهوا إليه وبين الذين قالوا من أننا نتوجه إلى الله ونتمسك بسنة رسول الله لكنهم نصبوا لهم أئمة من عندهم الفارق واضح واضح وواضح جدا في صفحة السادسة والعشرين بعد المائتين الحديث الحادي والأربعون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لرجل شكاه بعض إخوانه ما لأخيك فلان يشكوك فقال أيشكوني إن استقصيت حقي قال فجلس مغضبا ثم قال كأنك إذا استقصيت لم تسئ أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى ويخافون سوء الحساب أخاف أن يجور عليهم الله لا والله ما خاف إلا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقصى فقد أساء جلت قدرته وتعالى شأنه العزيز أي رحمة وأي حكمة وأي أدب عند الله أي أدب أي أدب يسمي عدله 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 الحقيقي يسميه بسوء الحساب نحن نتعامل مع رب هذا أدبه وهذه أخلاقه وجعلنا وجها هو محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل هذه رواية أقرأها عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في صفحة الثامنة والأربعين بعد المئة إنه الباب الثالث والخمسون الحديث الأول بسنده بسند ابن قولويه عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس قطعا الذين يزورون الحسين على منهج إمام زمانهم لا على المنهج الطوسي الذين على المنهج الطوسي أئمتنا حدثونا عنهم أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين ابن حمدان وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان بتحقيق الشيخ مصطفى صبحي الخضر هذه الطبعة تشتمل على هذه الرواية ربما هناك طبعات أخرى لا توجد فيها هذه الرواية ذكرت لكم مواصفات هذه الطبعة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد الخمسمائة تحت عنوان قتلت الحسين الحديث الثاني الرواية عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر أذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الصادق وقد شرحتها شرحتها وتحدثت عنها في حلقة خاصة بهذا الموضوع المفضل بن عمر ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن قتلت الحسين في آخر الزمان وآخر الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة بدأ مع ولادة صاحب الأمر لأن الأحاديث أخبرتنا من أنه يولد في آخر الزمان إمامنا الصادق يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان ما هي أوصافهم فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان يزورون قبره ويتشافون بتربته ذول اللي يدقون لطم تحت صور السستاني الشيرازي وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون أن السستاني نائب صاحب الزمان وأن الشيرازي نائب صاحب الزمان والبقية هؤلاء يدينون ببرنامج مخالف لبرنامج صاحب الزمان ولذا محمد بن سنان يسأل الإمام الرضا عن الموضوع نفسه فمن هؤلاء من هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق من أنهم قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلت الأنبياء في كل زمان الإمام الرضا هكذا يقول المنتحلة لولايتنا هم ينتحلون ولايتنا يعتقدون بها ينتحل الأمر يدين به يعتقد به المنتحلة لولايتنا الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا لكنهم ليسوا منا هم يحبون نا ويعتقدون بنا لكن ليس على برنامجنا إبليس لم ينكر وجود الله ولم ينكر أن العبادة لله وأراد السجود لله لكن الله طرده لأن الله أراد من إبليس أن يسجد لآدم الذين يحدثون نا عن التوحيد بعيدا عن محمد وآل محمد هؤلاء أبناء إبليس الله أراد الدين وأراد العبادة أن تكون في فناء محمد وآل محمد وليس في فناء محمد بن عبد الوهاب مثلا بحسب تعاليمه أو في فناء ابن تيمية أو ابن القيم الجوزية أو فلان أو فلان أو في فناء ابن عربي أو في فناء صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الذي قرأت ما قرأت عليكم من كتابه في أوائل هذه الحلقات أو في فناء المراجع الطوسيين المنتحلة لولايتنا وليس منا ليس على برنامج الحجة بن الحسن الذي هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم على هذا بايعنا في الغدير الأول وفي الغدير الثاني وأتحدى أي شيعي أن يقول من أن الكلام هذا ليس صحيحاً من أننا بايعنا على قذارات حوزة النجف مثلاً أتحدى نفس الطوسيين أن يقول هذا بيحة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني مضمونها هو هذا أن نتمسك بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو حديث الثقلين وأن نتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أتحدى أي شيعيين أن يخالفني في هذا لكنهم بنحو عملي يعبدون مراجع النجف الذين ينقضون هذه الحقيقة في كل حرف من حروف رسائلهم العملية وفي كل حرف من حروف دروسهم الحوزوية وفي كل نفس من أنفاسهم المرجعية هذا هو واقع حوزة النجف واقع ناقض ومنافر لبيعة الغدير فأتباعهم هؤلاء قتلت الحسين في آخر الزمان الصادق يقول فيزورون قبره ويتشافون بتربته والرضى يقول المنتحلة لولايتنا وليسوا منا ليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين من هم اللاعنون اللاعنون في القرآن الكريم محمد وآل محمد أنا لعنة لا قيمة له لكن محمدا صلى الله عليه وآله حين يلعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية صاحب الزمان إذا ما لعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية أنا حين ألعن أحدا أو أنتم حينما تلعنون أحدا ما قيمة لعنتنا لا قيمة لها كلام في كلام هذا كلام إمامنا الرضا المنتحلة لولايتنا المعتقدون بها وليسوا منا ما هم على البرنامج فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين إنهم يزورون قبرا الحسين لا يزورون الحسين من بعيد يزورون قبره قبره يطفون حول القبر فيزورون قبره ويتشافون بتربته وأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين واللاعنون في القرآن بحسب تفسيرهم لقرآنهم محمد وآل محمد هؤلاء هم الصادقون اللاعنون الراسخون صيغة جمع المذكر السالم على طول القرآن إنها فيهم بحسب تأويلهم لقرآنهم فهم الراسخون في العلم الذين يعرفون تأويل قرآنهم أعود إلى رواية كامل الزيارات عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس قلت وما فضلهم قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما لماذا؟ لأنهم يحسبون بحسن الحساب هذا هو حسن الحساب هناك سوء الحساب المقاصة والمداقة إنه حساب العدل ولكن الله ماذا أقول بكرم أخلاقه هم قالوا لنا تخلقوا بأخلاق الله هذه أخلاق الله يسمي عدله سوء الحساب إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس قلت وما فضلهم قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف هناك هناك مقاصة ومداقة أما هؤلاء دخلوا من دون حساب هذا هو حسن الحساب حسن الحساب هو الذي تتحدث عنه زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين نخاطب صاحب الأمر أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال ولو كانت ناقصة ولو كانت معيبة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال تتنامى وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات وهذا هو الذي يوصي به إمامنا السجاد الله الله في دينكم لماذا يا ابن رسول الله لماذا الله الله في دينكم لماذا في ديننا لأن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره لأن الحسنة تقبل وتضاعف ولأن السيئة تمحى إذا كنا في ديننا في دين إمام نصبه الله لنا بينما في غير هذا الدين فإن الحسنة لا تحسب لماذا ليس لها من غطاء من غطاء قيمي ليس لها تنتهي قيمتها بانتهاء الحياة في الدنيا أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته هذا هو حسن الحساب وهو هو الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطبهم في زيارتهم سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمين من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثوى ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي أعتقد أن المعنى صار واضحا وبالإمكان أن نميز فيما بين سوء الحساب وحسن الحساب في المستوى الأول في الحياة الدنيوية هناك سرعة الحساب وسرعة العقاب وما بينهما يأتينا قانون التوفيق والخذلان ومر الكلام في هذا في ساحة الحساب في يوم القيامة هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب وما بين هذا وهذا يتمايز أولياء علي وآل علي وأعداء علي وآل علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مضمون بيعة الغدير تلاحظون أن النصوص تترى وهي تتعاضد وتتسق بشكل جميل إنها تنظم وكأنني أنظم صفا من اللؤلؤ في منظومة جميلة زاهية واضحة بينة هذان مستويان من مستويات رفع القلم إذا كان الحديث عن رفع القلم بخصوص شيعة علي وآل علي ضمن دائرة إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقدم قبل قليل معنى رفع القلم بالمعنى العام حين حدثتكم عن المجنون وسائر المضامي هذا مستوى أول ومستوى ثاني وهناك مستوى ثالث أحدثكم عنه بعد هذا الفاصل صار واضحا لدينا من أن أشياع علي وآل علي يرفع عنهم القلم في الحياة الدنيوية ضمن منظومة إمامة أئمتنا ومن أن أشياء علي وآل علي يرفع القلم عنهم في ساحة الحساب حينما يحاسبون بقانون حسن الحساب لا بقانون سوء الحساب وهناك رفع للقلم عن خواص أولياء أهل البيت عن المقربين المقربين جدا من علي وآل علي في الآية الثانية من سورة الفتح والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة فهل لرسول الله من ذنب متقدم ومتأخر حتى تغفر ذنوبه إذن ما هو الفارق فيما بيني وبينه وإذا كان كذلك إذن لماذا أتوجه إليه فكيف يكون وجها لله رسول الله هو وجه الله وهو اسم الله وهو خليفة الله إذن كيف أتوجه إليه إذا كان رسول الله له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة كحالي وكحالكم ما هو الفارق فيما بيننا وبينه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أفهل كان رسول الله في لحظة ليس على صراط المستقيم حتى يهدى أو هل كان في لحظة لم تكن النعمة الإلهية تامة عليه حتى تتم النعمة عليه هذا أنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا هذا أنا الذي أقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وأطلب الهداية هذا ما هو برسول الله إذا ما المراد في تفسيرهم لقرآنهم النبي يقول لأمير المؤمنين يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها إنهم الأولياء المقربون سلمان إنما صار سلمان منا أهل البيت لأن ذنوبه نسبت إلى رسول الله وغفرت سلمان وأمثاله فصار من أهل البيت وإلا أنتم يا أيها المعممون الطوسيون السفلة تقولون من أن يوم التاسع من ربيع الأول يرفع فيه القلم عن الشيعة وترتكبون المفاسدة وتعبثون بعورات بعضكم البعض وتريدون لهذه القبائح أن تنسب إلى رسول الله خسئتم وخسئ مراجعكم كالكلاب كما تخسأ الكلاب هذه قبائحكم لكم ولمراجعكم يا أيها الطوسيون الأنذال الحديث عن قانون حسنات الأبرار سيئات المقربين إنهم أولياء علي المقربون نقائصهم تنسب إلى رسول الله إكراما لعليين وليس لهم إكراما لعليين هؤلاء المقربون من علي إكراما لعليين تنسب إلى رسول الله فتغفر فتغفر تلك الذنوب هذا الفتح المبين إن فتحنا لك فتحا مبين من مصاديقه هذا المعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إنهم الشيعة المقربون من علي وآل علي تنسب ذنوبهم إلى رسول الله وتغفر هكذا فسروا لنا قرآنهم قرآنهم هو قرآنهم وهم أدرى بما في قرآنهم وأهل البيت أدرى بالذي في بيتهم في سورة الفجر مصداق من مصاديق هؤلاء المقربين من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئن أنا لا أتحدث عن الآيات هنا في أفق أنها في سيد الشهداء هذا أفق آخر أنا أتحدث في الآيات هنا وهي في أفق الشيعي المقرب من إمام زمانه فالآيات لها آفاق لها مجاري ولها مطالع هكذا حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم في نظام تفسيرهم لقرآنهم الآيات تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر لها مطالع ولها مجاري في أفق أن الآيات هذه في أولياء علي وآل علي المقربين يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي في فناء محمد وآل محمد من هم عباده الذين تتحدث الآية عنهم فادخلي في عبادي التحقي بمحمد وآل محمد وادخلي جنتي هذه الآية الوحيدة في القرآن يقول الله جنتي إنها جنة الله لماذا لأنها جنة الحسين وجنة الحسين هي جنة الله جنة الله جنة الحسين وجنة الحسين هي جنة الله ماذا نقرأ في الكافي الشريف هذا هو الجزء الثالث من الكافي من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة من الباب الثالث والثمانين إنه الحديث الثاني بسنده بسند الكلين عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه جعلت في ذاك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك هذا الكلام ليس مع كل من يقول أنا شيعي في الحياة الدنيا هذا مع الأولياء المقربين افتح عينيك فانظر قال قال إمامنا الصادق ويمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاءك قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمد وأهل بيته وادخلي جنتي فما شيء أحب إليه لذلك الولي المقرب من استلال روحه واللحوق بالمنادي فليس هناك من ضغطة قبر وليس هناك من وحشة قبر وليس هناك من سؤال منكر ونكير وليس هناك وهناك وهناك مما يجري في عالم القبر وإنما بشكل مباشر إلى جنان عالم البرزخ ففي عالم البرزخ هناك جنة وهناك نار أيضا بحسب القرآن وبحسب تفسيرهم لقرآنه أهل البرزخ البعض منهم يؤخذون إلى مقابر النوم ينامون إلى يوم البعث والبعض منهم يوضعون في قبور نيرانية والبعض منهم في قبور جنانية القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ولكن الأولياء المقربين لا هم في مقابر النوم ولا في القبور الجنانية والقبور النيرانية يذهبون إلى جنان البرزخ عدوا إلى برنامج دليل المسافر ستطلعون على هذه التفاصيل أما أعداء علي وآل علي الذين محضوا الكفر محضوا العداء لعلي وآل علي يذهبون إلى جهنم البرزخ وجنان البرزخ غير جنان الآخرة وجهنم البرزخ غير جهنم الآخرة الوقت صار طويلا وبقي عندي ما بقي من الحديث لكنني أكتفي بالذي بيّنته لكم هذا هو رفع القلم بالنسبة للأولياء المقربين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من الموت إلى جنان البرزخ ليس من وحشة في القبر وليس من خوف وليس هناك من هول المطلع وليس هناك من سؤال منكر ونكير وليس هناك من ضغطة قبر وليس 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 هذه النفوس المطمئنة بمحمد وآل محمد المطمئنة إلى محمد وآل محمد مراتب هذه هناك من يطمئنه بمحمد وآل محمد وهناك من يطمئنه إلى محمد وآل محمد الكلام فيه تفصيل كثير أعتقد أن معنى رفع القلم صار واضحاً فإن هؤلاء لن يجري عليهم ما يجري على أعداء علي وآل علي خلاصة الكلام المراد من رفع القلم أن أولياء علي وآل علي يحاسبون بطريقة تختلف عن الطريقة التي يحاسب بها أعداء علي وآل علي إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في ساحة الحساب أو كان ذلك عند الموت وما بعد الموت فهذا هو المراد من رفع القلم بتعبير آخر برنامج إمام زماننا في علاقته بنا وعلاقتنا به في الدنيا وعند الموت وفي عالم البرزخي وفي ساحات يوم القيامة بعد كل هذا أعتقد أن الأمر صار واضحاً من أن فارقاً كبيراً فيما بين ثقافة دين العترة الطاهرة وثقافة المذهب الطوسي القذر وصار واضحاً أيضاً من أن المذهب الطوسي مذهب شيصباني عباسي قذر نجس بامتياز وصار واضحاً أيضاً من أن مراجع المذهب الطوسي ما هم بنواب لصاحب الزمان إنما هم نواب للشيطان ينطق الشيطان على ألسنتهم الدليل فتاواهم الدليل عقائدهم الدليل ثقافتهم الدليل منهجهم فتاواهم عقائدهم مناهجهم لا ترتبطوا بدين العترة الطاهرة أبداً لا من قريب ولا من بعيد إنها المناهج العباسية الشيصبانية الشيطانية فقد نطق إبليس على ألسنتهم ونظر بأعينهم هذه هي الحقيقة من الآخر على الأقل بالنسبة لي وقد عرضت ما عرضت من الحقائق والوثائق ما يكفي ويكفي ويكفي ترجمة نانسي قنقر